إذا كنتم من الناس اللي كيعانيوا من الآلام ديال المفاصل من البرودة من الهششة ديال العظام من الآلام مثلا بين الكتفين أو للآلام الشديد في العنق الآلام في الركباتين أو لا في الساقين أو لا في الورك اليوم غدي نشارك معكم واحد المكون معجزة أدهش العالم بالقوة دياله في علاج الآلام ديال المفاصل تينهي بشكل نهائي الآلام ديال العظام الآلام ديال الضهر الألام ديال الركب أو لدك الخشورة ديال الركب كذلك تينهيدك الألام ديال بين الكتفين أو للألام اللي يكون في العنق هذا المكون هذا هو السمسم أو لا الجنجلان هذا المكون سبحان الله محجزه يعني في علاج الألام ديال المفاصل أي شخص كتعرفه ولكن تحتنتهما يعني كتعاني من الآلام ديال المفاصل فتنوروا هذه الوصفة بسرعة 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 لانها وصفة غري تخلصكم نهائيا من الالام سوى الالام اللي عندكم في الظهر او للي عندكم في الجسم او للي عندكم في رجليكم الى ما كتوش كتقدروا تتمشوا او لما كتقدروا شتوقفوا او لكتوقفوا واحد الوقت طويل وجليكم كيتهلكوا او لعندكم يعني الحاسين بان الركابة تيلكم يعني عندكم واحد الخشونة في الركب هاد الوصفة هذي غري تعالج لكم هاد المشكل بادني الله تعالى وصفة مجربة ومن اقوى الوصفات وممكن تبحثوا على هاد الوصفة هذي عاد باش غادي تستعملوها بحثوا على الجنجلان او السمسم الفوائد دياله بالنسبة للعظام وديك ساعة جربوا هاد الوصفة هذي وديروا النيا وتوقلوا على الله وجربوها ارى غادي ترجعوا تشكروني لها بعد اسبوع اتلاحظوا واحد نتيجة اللي يعني فوق فوق ما كتخيلوا نتيجة يعني غادي تبهركم ونتيجة غادي تسلمكم لان الاعلام ديال العظام كلها كتزول وكتختفي سبحان الله اه وصفة نتمنى انكم كاملين تجربوها مهم غادي نبدو على بركتي الله في الوصفة ديالنا اول حاجة كتاخذوا البذور ديال السمسم او الجنجلان كتطحنوا واحد كمية اللي بغيتونتوما على حسب ممكن تطحنوا واحد واحد هكا نص كاس ديال السمسم او لنص كاس ديال الجنجلان اللي كتنقيه من قبل من طبيعة الحال وكتطحنوه من بعد ما تطحنوا ديالكم الكمية انا هنا غادي لكم واحد الكمية هكا على حسب يعني نصور لكم الوصفة كتاخذوا ديك البذور ديال السمسم مطحون يستحسن تاخذوا السمسم الابيض لانه مفئي جدا الالم ديال المفاصل من بعد غا تاخذوا العسل ديال النحل عسل يكون طبيعي الى ما كانش متوفر لكم استعملوا عسل يكون ده نوعية جيدة يعني نوعية جيدة الى ما كانش في المستطاع ديالكم انكم يعني تاخذوا العسل يكون طبيعي فستعملوا عسل يكون من نوعية جيدة هكا يكون اني تلقوا يعني البذيل وكتاخذوا ديك الكيمية اللي غادي تستعملوا وكتخلطوها بالعسل كما كتشوفوا معي بات شكل هذا كتخلطوها بالعسل عادي كما كتشوفوا معي بات شكل هذا كتضيفوا عليها واحد كيمية ديال العسل وكتبقوا وكتخلطو حتى تتحصلوا لواحد العجينة ديال السمسم بالنسبة للجنجلان او السمسم معروف بالقيمة الغذائية ديالو فهو مفيد جدا للجسم للجسم هنا كما كتشوفوا معي من بعد ما غادي نخلط هاد الخليط مزيان غادي ندوزو وبتشوفوا معي باقي تسيمة تحضير الوصفة غير ما تنسونيش احباب من واحد لايك الفيديو شجعوني باللايك ديالكم بارتاجوا هاد الوصفة باش توصل لأكبر عدد من الناس يعني يستفدوا منها ان شاء الله وهنا بالنسبة من بعد غادي من بعد ما نوجدوا يعني هاد السمسم او الجنجلان غادي ناخدوه ناخدوه التمر عادي كما كتشوفوا معايا وغادي نعمرو هاد هاد العجينة اللي حضرناها ديال الجنجلان غادي ننعمروها يعني في التمر كما كتشوفوا معايا هنا بالنسبة للبضور ديال الجنجلان فااا كتحتوي واحد لميل عاقة كبيرة من بضور ديالو الاثمانية وسبعين ميلي جرام من الكالسيوم الكالسيوم اشنا هو الكالسيوم هو اللي كيبني لنا العظم دينا هو اللي يقول لنا العظم فجنجلان تيحتوي واحد نسبة عالية من الكالسيوم اللي ممكنش لكم تخيلوها فيه الكالسيوم بزاف يعني ربع كوب من السمسم يعني غير ربع كاس اللي اخذته ديال السمسم فهو كيحتوي على واحد الكيميا كبيرة من الكالسيوم اكتر من الحليب يعني ربع كاس من الجنجلان او من السمسم غير ربع كيحتوي على نسبة عالية اللي كتفوق الكالسيوم اللي كين في الحليب تخيلو معايا فالسمسم مفيد بزاف وتي يعني تيقوي لنا العظم ديالنا تيحتوي على الزنك اللي احتوي مفيد بزاف ومن العناصر الاساسية اللي مهمة باش العظم ديالنا كيبقوا في صحة جيدة اولا في حالة جيدة كنناخدو دك السمسم كما كتشوفو معايا وكنعمروه في الطمر بهذا الشكل هذا كنديروه في الطمر كيما كتشوفو معايا بهذا الشكل بهذا الشكل هذا كما كتشوفو معايا في الفيديو هنا كتاخدو مهم نصف كاس ديال جنجلان اللي كتطحنوه وكتضيفو عليه العسل وكتخلطوه مزيان وكتعمروه في الطمر كيما كتشوفو معايا بهذا الشكل هذا مهم هنا من بعد ما اخديت واحد ثلاثة ديال الحبات ديال التمر وعمرتهم غادي نزينهم هاكا من فوق واحد شوية ديال جنجلين وهنا بالنسبة للتمر حتى هو مفيد للعظام لأنه يحتوي لبزاف ديال المعادن اللي كتقوي لنا العظام كذلك يكفح لنا الهشاشة ديال العظام يعني التمر حتى هو مفيد بزاف بحيث أن الكالسيوم هو أهم عنصر رئيسي يعني في تكوين العظام وفي تقوية العظام هنا أخذت تلاتي الحبة ديال التمر لأجب ان نوريكم ومع ذوπό کا تدير التمر الكيمياء كاملو اللي Highness تدير وديه جنجلاء المطحون اللي ثانية أخفزها ستعمروها بالتمر هنا كما تشوفو 생각كي ستكون تناولوا ثلاثة ديال الحبات ديال التمر يعني مشكلة فردي ثلاثة ديال الحبات ديالة التمر قبل الفطور وثلاثة قبل النوم يعني قبل ما تنعстройوا أخذو ثلاثة ديال التمرات وقبل الفطور كذلك ثلاثة ديال التمرات بنص ساعة يعني نص ساعة قبل الفطور. وخلاص يعني اه مني تبغي وتنعسوا غادي تاكلوا هاد التميرات. ان شاء الله و اه ركس ساعة يعني غادي تنعسوا. هتخليهم حتى تبغي تنعسوا عادي باش غادي تاكلهم. هدي هي الوصفة ديالنا ديال اليومة. اي شخص يعني كيعاني من هاد المشكلة ديالها شاشة ديال العظام او لا عنده المفاصل ديال وكتوجعوه عنده الالم يعني في الطر ولا في الكتاف يدير هاد الوصفة بان شاء الله ان شاء الله غادي اتشافوا باذن الله على هاد الوصفة هادي. دبا غادي ندوز لكم الهاد الزيت هادا كما كتشوفوا معي اللي هو زيت الجنجلان اي زيت السمسم. مفيد بزاف. اه بما انا جنجلان رتكلمت لكم عليه الفوائد دياله. فالزيت دياله راح تهو مزيان. يعني اخوضوا اه تمشوا عند سيد لي كيطحن مثلا هاد جنجلان. الحبوب هاكا يعني الجنجلان يعني كتحلك زريعة الكتانية تحلك اذا كشي اللي بغيتي. اخودي جنجلان وطحنيه راح زوين بزاف. او لا تاخدوه وطحنوه وتدلكو به ذاك الاماكين اللي عندكم فيها الالم. او لان ما كانش يعني متاح لكم انيش واحد قريب لكم كي يطحن زيوت طبيعية. ممكن تاخدوه من الصيدلية وتبقوا تدهنوا به الاماكين يعني تدرو به مصاج يعني تدليق قبل النوم الاماكين اللي عندكم فيها الالام. صدقوني لقيت لكم هاد الوصفة هادي غادي اه تلقوا عليها واحد نتيجة اللي رائعة في مدة اسبوع. رغت بليكم واحد نتيجة اللي ممكنش لكم تخيلوها. يعني غير تبعوا معايا هاد الفيديو هذا. كيف ما يعطيتكم هاد الوصفة وكيف ما شرحت لكم هاد الخطوات تبعوها وان شاء الله غتلقوا عليها الراحة باذن الله. غير هديك الوصفة دي التمر تبعوها يعني يوميا بقوا تناولوها. ما تنسوا تشي نهار وبقوم دا ومين عليها وكذلك بالنسبة للتدليق بالزيت دي الجنجلان. نتمنى ان شاء الله ان هاد الفيديو هادا تكونوا استفدتوا منه. وبارتاجيوا على نطاق واسع يعني باش كل شي يستفد ان شاء الله من هاد الوصفة هادي. وكيف ما كتعرفوا بساف الناس اللي عندهم هاد المشكلة دي الالم المفاصل ودي المشاكل دي الالم دي اللي كتكون في الجسم. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفة هاد يستفدوا منها. اي واحد يستفد منها. وتخلوا لي افرسكم في امان الله.